اشتركوا في القناة وقال النظار بها وقام الماء يعني حتى المكان سار مباركا بوجوده صلى الله عليه وسلم والزمان ومباركا أينما كنت خذ مثلا رسول الله عليه وسلم والنخلة لو حديث فنخل صلى الله عليه وسلم أتي أصلا الله عليه وسلم بجمار نخل قال إن من الشجر شجرة مثل ومثل المسلم لا يسقط ورقها مثل ومثل المسلم حدثني ما هي قال ابن عمر الصحابي رضي الله عنهما فوقع في نفسي أن نخلة فاستحيت لأن في جمار نخل موجود قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة هي النخلة وسبق أن يشرح لكن مثل المسلم بالنخلة الرسول عليه الصلاة والسلام جبل أحد الجبل تعرفون البارك في طرف المدينة الذي وقعت في غزة أحد رأي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه يحبنا ونحبه غزة وقع فيه شهداء في طرف شهداء سبعون من الشهداء حتى البيئة حتى الأرض أحبته صلى الله عليه وسلم التي مشى عليها صلى الله عليه وسلم كان يحترم البيئة صلى الله عليه وسلم ويعدل احترامها أمر بتنظيف الطرقات إماطة الأذى عن الطريق صدق يا أخوة سمعوا مني البلدية في ميونخ أنا زرت ميونخ مرتين للعلاج ميونخ في ألمانيا البلدية في ألمانيا علقت لوحة عندهم اليوم التنظيف العالمي لوحة تقول بالألماني يقول النبي العربي الأمي إماطة الأذى عن الطريق صدق صدق عبادة تميط الأذى عن الطريق تشارك يعني أنت في حملة لا تقول بلدية شارك لك أجر إذا أزلت الشوك لك أجر إذا أزلت القوارير الأخشاب عن طريق الناس النهى صلى الله عليه وسلم عن التبول أكرمكم الله التغوض في طريق الناس في ظلهم في الآبار في الأنهار في الأماكن المحترمة احترام البيئة لهذا ينبغي علينا أن نكتدي بي صلى الله عليه وسلم في توسيع الطرقات يقول أعطوا الطريق حقا يقول نهاهم عن الجلوس في الطرقات لأن الجلوس في الطرقات هي فضول يا أخي لأن فيه فيه مضايقة للمرة تضايقهم بالمكان وتضايق الناس بالفضول وتضايقهم بالكلام وتضايقهم بالنظر قالوا ما حقوا الطريق يا رسول الله قال إفشاء السلام ورد السلام والأمر بالمعروف ونعلم وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا احترام وصلى الله عليه وسلم بها أنا أقف معكم في قصة طريفة هي من المعجزات تحية لذاك الجذع الذي حنى له صلى الله عليه وسلم كان يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع نخله يعني على ساق النخل اليابس هذا يعتمد على إذا خطب الجمعة صلى الله عليه وسلم فصنع له منبر ثلاث درجات فترك الجذع الأول الخشب وأتى إلى الجذع الجديد أو المنبر الجديد فحنى الجذع هذا فرياته الصحيح قال بعضهم بكى وقال بعض الرواه كان له كبكاء الأطفال وبعضهم قال حن كحن العشار كأنه نوق مثل الإبل حن نزل صلى الله عليه وسلم أمام الناس الحديث صحيح يسكنه يسكن الخشب يقول حسن خشب يحن للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تحن قلوبكم إليه صلى الله عليه وسلم ما هذا موت القلوب القسمة يعني بعض الناس الآن ذكرت لونه صلى الله عليه وسلم عادي وتجد بلا مبالاة يسمع الحديث وسيرة صلى الله عليه وسلم حتى ما يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة السلم وهذا عليه من الله ثلاث عقوبات أول عليه تره وحسره كما أخبر صلى الله عليه وسلم ثاني وصفه صلى الله عليه وسلم بالبخيل قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فريم صلى عليه صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا وعلى لي وصح به الثالث دع عليه صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني أرغم الله أنفه بالترام ألسق الله أنفه بالترام كبيرا صغيرا رئيسا مرؤوسا عالما جاهلا غنيا فقيرا يا أخي تتلقى ببروت يعني تتلقى معلومة محمد صلى الله عليه وسلم حرق قلبك وصلى الله عليه وسلم تأدل صلى الله عليه وسلم بلهفة شوق بحضور لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يا ربي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرسك خير الرسل كلهم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلا اشتفى نأضل من منظر حسن ولا تفوه بالقول السيد فمي جذع يا أخو خشب يحن للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتمد عليه في خطبة الجمعة ما تحنون يعني وهو سبب هداية أصلا ما في مسلم يصلي الآن إلا الذي هدى محمد صلى الله عليه وسلم مسلم يبر أمه لأن رسول الله عليه وسلم قال بر أمك مسلم يحسن خلقا لأنه تعلم من السيرة مسلم يحج لأنه تعلم الحج من رسول الله عليه وسلم مسلم يصوم لأنه تعلم الصيام من رسول الله عليه وسلم يا أخي جعلوا الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه وسلم هي عطر المجلس عطر المجلس وطيب الحديث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلمة سليمة قد جاء مشكات القلوب واتان بالوحي الكريم زرع المحبة بالدروب وتوسم الخلق العظيم